أهلا بكم رجعنا لكم عشان نكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا ونتعرف على كل المستجدات على المستويات بقى المختلفة كل الرياضات تعالوا نبتدي دلوقتي بسلسلة الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بفرقة والمختلفة وفروع المختلفة من خلال زمرتنا روزان نصر موجودة هي حاليا في النادي الأهلي بالجزيرة روزان صباح الفل عليك تفضلي صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان كل سنة طبعا وحضراتكم طيبين نهاردة أول يوم رجوع بعد أجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يعني أنا متواجدة النهاردة معاكم من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة يعني خليني في البداية طبعا أقول خالص التعازي لشهداء الوطن في الحادث الإرهابي يعني ربنا يرحمهم طبعا ويصبر أهليهم هنبدأ بالفريق الأول بعد الفوز طبعا برباعية نظيفة على وفاق سطيف يعني وتحت قيادة مستر بيتسو موسماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كمان بالنادي الأهلي قرروا إعطاء اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين ورجوع طبعا للتدريبات الجماعية مرة أخرى هيكون يوم الثلاث المقبل استعدادا لمباراة العودة يوم السبت 14 مايو الجاري في الجزائر نروح بقى للألعاب الأخرى ورجال يد الأهلي اختتم تدريباته استعدادا للسوبر الأفريقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء يوم السبت استعدادا لمواجهة فريق الزمالك اليوم على لقب السوبر الأفريقي وشمل أمران رجال يد الأهلي تأسيمة بين اللاعبين وكذلك شرح بعض الجمل التكتيكية وفقرات فنية متنوعة في إطار تجهيز جميع اللاعبين طبعا بالشكل المناسب من رجال اليد لرجال طائرة الأهلي كمان بيختتم تدريباتهم استعدادا لمباراة الأولمبي التونسي في بطولة أفريقيا اختتم الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس السبت استعدادا كمان لمواجهة فريق الأولمبي التونسي التي تقام يوم الأحد اليوم في دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية وكان الاجتماع الفني الخاص بالمباراة استقر على أن يرتدي النادي الأهلي الزي التقليدي طبعا المكون من القميص الأحمر والشورت الأحمر وأخيرا طبعا سريعا يعني خلينا أقول لكم الأجواء هنا في النادي يعني بعد الأجازة فيه طبعا يعني خلينا نقول أنه فيه توافد من الأعضاء بشكل كبير جدا في النادي النادي أعتبر زحمة جدا كمان ده بسبب درجة الحرارة يعني أن هي جيدة جدا ومشجعة الحياة للنزول درجة الحرارة تقريبا 24 درجة وهتوصل كمان لـ 30 درجة يعني خلال استعادة المقبلة بالنسبة للطرق يعني نقدر نقول فيه تزاحم في بعض الطرق ولكن بشكل عام فيه سيولة مرورية بشكل كبير جدا دي كانت كل أخبارنا هنا من نادي الأهلي فرع الجزيرة بشكركم وعودة لكم مرتا نحن نشكرك جزيلا شكر زمنتنا العزيزة غزان نصر على هذه التغطية ونروح بقى معكم دلوقتي دي الصحافة الرياضية ترجمة نانسي قنقر